لا يبدو ان الحرب الكلامية التي تدور بين تركيا والولايات المتحدة الامريكية قد تنتهي قريبا مع استمرار العملية العسكرية التركية في عفرين وتبادل الاتهامات بين انقرة وواشنطن حول صدق نوايا الطرفين فبينما تستبق الادارة الامريكية زيارة وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون الى انقرة باعلان قرار مواصلة تقديم الدعم المالي لوحدات حماية الشعب الكردية يوجه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تحذيرا علانيا لواشنطن من ان مثل هذه الخطوة من شأنها ان تؤثر على قرارات تركيا من يقف في جانب اعضاء في حزب العمال الكردستاني الانفصالي ويقول انه لم يرى اي اشارة الى ان هؤلاء ينتمون لذلك الحزب لديه نية سيئة وهو اعمى او احمق يقولون لنا انهم سيردون بشرصة اذا هاجمناهم من الواضح انهم لم يشهدوا من قبل صفعة عثمانية وبينما يتحدث مراقبون ومقربون من الازمة عن هذا التطور اللافت في مصاري العلاقات التركية الامريكية والتي وصفت بالمهددة بالانهيار قال وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون خلال مشاركته في اجتماع للتحالف الدولي ضد داعش ان عملية عفرين حرفت مصاري المعركة ضد التنظيم الارهابي العملية التركية في عفرين حرفت مصاري معركتنا لهزيمة داعش شركة سوريا وسأزور انكرا الاسبوع المقبل لمناقشة خلفاءنا الاطراق في كيفية التعاون بهذا الشأن نعتقد انهم يجب ان يدركوا تداعيات ذلك على مهمتنا الرئيسية ضد داعش وتنظيمات متطرفة اخرى في سوريا مثل النصرة التي تمثل تهديدا للولايات المتحدة روسيا دخلت ايضا على خط الازمة معتبرة على لسان وزير خارجيتها سيرجي لافروف انه لا يمكن تجاهل موقف تركيا من بعض الفصائل الكردية مشيرا الى ان العملية العسكرية في عفرين اوضحت قصر النظر في هذا الشأن دون مزيد من الاضاح وفيما يتصاعد التوتر يؤكد حلف شمال الاطلسي نيتو انه لن يتدخل بين انقرة وواشنطن مشددا على اهمية الحوار بين الطرفين اتوقع ان تستمر تركيا في اطلاح حلفائها في الناتو على مجريات عملياتها العسكرية في سوريا فالمخاوف الامنية التركية مشروعة ولم يعاني اي عضو في الناتو من الهجمات الارهابية مثلما عانت تركيا وبالطبع لها الحق في التصديل القدق للامنية ولكن عليها ان ترد على هذه المخاوف باسلوب منضبط ومتوازن مع حجم التهديد ويبقى الوضع محتدما قبل ساعات من زيارة تيلرسون ولا يعرف ما اذا كانت زيارة الوزير الامريكي قادرة على تفكيك تشابكات الازمة ام سيكون للتصعيد المتبادل كلمة اخرى لبرنامج هون الرياض ياسر نجم